احتدت النقاشات وزاد الجدل بين محمد وغيره من أعضاء حملة تمرد ضد قانون الأسرة بعد علمهم بمواد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية ستقدمه الحكومة للبرلمان فأماله بحضانة أبنائه بعد وفاة زوجته تبددت رغم أن المسودة المقترحة تقدمت بحقه في حضانة أبنائه من المرتبة السادسة عشر إلى الرابعة قعدت 13 سنة بدون خلفة وبعد ما عملت حقنا مجهاري وربنا كسرمني بولد وبنت توقم زوجتي توفت بعدها بسنة ونص اتفاجئت القانون ويجب أنت على زمتي لأخر لحظة في حياتها اتفاجئت أن القانون بيقول أن أم الأم اللي هي الحق أنها تأخذ الحضانة أنا ابن توفى في حدثة ومراته راحت اتجوزت وخلفت وبنت ابني عايشة في باية جزء الأم عاوز تشرع حق ربنا وشرع ربنا بقدني بنت ابني بقدني الحق أن أنا أخذ لحم ودمي أشوفه يعيش معايا قد يختلف ما ينادي به الرجال وأسرهم عما تأمل النساء تحقيقه من قانون الأحوال الشخصية لكن يبدو أنه تمت اتفاقا بينهما على ضرورة صدوره وبشكل عاجل لينهي مشكلات عالقة تخص الكثير من الأسر المصرية مشروع القانون الجديد ألزم الرجل لأول مرة أن يقر بحالته الاجتماعية أثناء الزواج وفرض عليه عقوبات بالحبس والغرامة إذا لم يبلغ زوجته بباقي الزجاجات لكنه لم ينصف المرأة بالقدر الكافي بحسب مختصين خصوصا ما يتعلق بالولاية على نفسها وأطفالها المرأة مهما كان سنعة ومهما كان وضعها الاجتماعي إذا الولي رأى أنه زوجها ليه مناسب لها من حيث المهر ومن حيث الولاية عليها من حق أنه يقدم طلب ببطلان العقد وفسخه مجلس النواب يبدأ مناقشة القانون خلال الأسبوع المقبل حيث سيمر بعدة مراحل قبل إصداره بداية بنقاشات في اللجان النوعية والجلسة العامة للبرلمان مرورا بعقد جلسات استماع حوله وصولا إلى طرحه للحوار المجتمعي هنا بجينا القانون ونفتح عليه أبواب المناقشة من جميع الأطواف وإحنا كمان أصحاب رأي وإحنا برضو قانونيين ولينا رؤية ومحتكين باحتكاك مباشر بالقضايا والمشاكل داخل محاكم الأسرة في مصر نص المقترح الجديد لأول مرة على حق الأباء في استضافة أبنائهم لفترة محددة خلال العام وللأطفال الأكبر من خمس سنوات وبعد تزديدهم لكافة النفقات ويعاقب الأب بالسجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة في حال امتناعه عن إرجاع الطفل محمد محيددين الحرة القاهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر